حالة من الصدمة والذهل تنتاب هذا العب فالأطباء يتهامسون بأن قدم طفله المحبب إلى قلبه أسامة ربما تبتر جراء إصابة شديدة بشضايا قذيفة ميليشيا صالح الحثي بمنطقة الحصب غربي مدينة تعز لا تخاف يا أبا الحمد لله هذا الذي مكتوبنا الله الطفل كان أقوى من والدي يصبره ويواسيه ولسان حاله وما أنا إلا واحد من أطفال تعز الذين تنتهك حقوقهم الميليشيا الإنقلابية أدخل أسامة غرفة العمليات ووالده عبد حسن يترقب بأمل كبير بأن لا يرى طفله في قائمة المعاقين ساعات وخرج أسامة من غرفة العمليات واستقرار بدى على نفسيته لكن بلا قدم فقد فقد طرفا من أطرافه ما كان يوما ما يتوقع ذلك لكنها القذائف تصنع ما لا يحمد عقبه تقول مصيبته لا زال في بداية حياته إذن وبعمر لا يتجاوز الثلاثة عشر عاما رحلة شاقة نحو المستقبل تنتظره بساق مبتور في مدينة يملأها الوجع الوجع الذي أحدثته قذيفة الإنقلابيين في جسد أسامة وذاكرة والديه سيظل حيا ما بقت الإعاقة وتلك معاناة دائمة أمين دبوان يما شباب تعز تشع difference لن Νبحي أمين دائمة أمينة أمين